طيب يا جماعة السلام عليكم والله وبركاته كيف حاكم عساكم طلبين عساكم خير معكم هادي اول برونس هادي جانا لكم يوم مقطع جي مقدرنا لحكون لوقاعة مباراة الدولي السعودي الجولة 13 طيب قبل ان نبدأ بالتوقعات على طول راح نروح نشوف اه جب دور الترتيب بعد 12 مباراة في يعني اه يعني اه جميع الاندي اللي قريبا لعبوا 12 مبارا الاندي اللي عندهم باية مؤجلة مثل اه الهلال والفيحة والفيصلي والنصر والفاتح وغيرهم الاندي طيب جي دور الترتيب في الصدار لاندي ضمك بالنسبة اه بعفنا بين اه يعني مصدر الدوري ب24 نقطة الوصيف لاندي للتحالي 23 نقطة اه اه الثالث اه الشباب ب22 نقطة تلاحظ انه الفارق بين الاول نقطة الاول والثاني نقطة والفارق بين الثاني والثالث نقطة هذا الشي يدن انه هناك منافسة بالانتراث الضمك والتحاد والشباب ممكن يدخل معهم الهلال بعد ما يلعب مباراة المؤجلة انه تقريبا الهلال يمكن عنده اربع مرة تقريبا اربع مباراة مخطنة مؤجلة فتقريبا انه الهلال يمكن يلعب ماذا تقريبا الهلال عنده مؤجلة ومركز الرابع ثالث مرتي جيد والهلال ثالث هو محق بطول الاسيوية طيب الهلال مركز الرابع ب16 نقطة الخامس الغاد ب18 نقطة ايضا الهلال يفرض عن راءة نقطة واحدة بس طيب الثالث الفيحار ب17 نقطة السابع النادي الاهلي ب15 نقطة المتذبذب بالمستويات يعني مرة تشوف الهلال يتوب مرة تشوف الهلال ما ديش يصيب الاهلي وعندهم كلاسيكو برضو يعني اضعينه ايضا الاهلي اه الفيصلي ثامن ب15 نقطة متعادل مع النادي الاهلي النصر التاسع ب14 نقطة يفرق عن الاهلي والفيصلي نقطة واحدة طيب والعاشر الاتفاق ب13 نقطة واحدة عشر عبها 13 نقطة متعادل مع الاتفاق والثاني عشر الفتح ب12 نقطة و13 الباطن ب12 نقطة برضو 14 تعاون ب10 نقاط اللي تقريبا التعاون هذا الموسم يعني مخفض مستوي جدا كبير و15 الحزم ب10 نقطة متعادل كذلك مع نادي التعاون والاخير الطاق متعادل مع التعاون والحزم بالنقاط طيب وجهتنا ضيئة اسقوى فريق ممكن شفته في هذا الدولي او افريقا مثل ذات المستويات الاهلي والاتفاق وممكن نكون معاهم الفتح طيب نشوف المباراة تكون في الجولة 13 اليوم بتخصوى عندنا اول مباراة اليوم اول مباراة من الجولة 13 بين الفتح وضمك في الاحساء اتوقع ايوه في الاحساء لما قلنا لكم ضمك بالصدر والفتح ينافس على الهبوط فبما كذا 12 يعني وبتقريبا 12 النقطة بينهم فرقة اتوقع تقريبا طيب اخر خمس مواجهات بينهم انتصار نادي ضمك وتعادلين وانتصار وحيد فقط نادي الفتح يعني تقريبا متوازنين الكفة يعني متوازنين الكفة بينهم ملعب بس انا معظم جرياضية طيب مباراة الفتح وضمك اتوقع فوز وتعادل واحد واحد وتعادل الفريقين واحد واحد وتكون مباراة جدا صعبة على الفتح يعني ستكون جدا صعبة عليهم الكلام هنا طيب عندنا مباراة ثانية اليوم برضو راح تكون بين الشباب ورائد الشباب ورائد الوصيف امام المركز الخامس يعني في منافسة بينهم في المراكز ويفرقون تقريبا اربع نقاط اخر مواجهات بينهم انتصارين نادي راد وتعادلين وانتصار وحيد فقط على نادي الشباب ما يعني انه راد مستحف عن الصلاة الاكثر بنتصارين على نادي راد اتوقع على نادي الشباب اتوقع انه هذه المباراة تكون للشباب بثلاثة واحد او ثلاثة اثنين او ثلاثة اثنين او ثلاثة اثنين طيب اشمع المباراة اللي بعدها بين التعاون الفيحاء بعد يومين تقريبا ولا توقع بعد يومين تقريبا يوم الخميسة طيب التعاون الفيحاء يوم الجمعة طيب مبارا بين التعاون بنروح تانا التعاون الفيحاء اخر خمسة مواجهات بينهم انتصار تنادي التعاون وتعادل وانتصار نادي الفيحاء طيب السيطرة عن سرافن استبرنادي ال اللي هو التعاون طيب التعاون هو اللي تقريبا ينفس على الهبوط وغير العادة ما قبل خم سنة قبل كم سنة بعد قبل كاسمان ويلافظ على الاسيوية والآن ينافس على الهبوط ولا الموسمي جرح يليعي تقريبا انتصار الاسيوية لهذا السنة او الموسمي ترح يلعب اسيوية مهم ما دي فا شكح لكم رحت لنا راح يلعب اسيوية وانت نفسه هبوط هذا شي صعب اتوقع ممكن هذا شي ممكن خلي التعاون ان انت صرف هذي مباريات اجلت بقت نفسه طيب انا اقول لكم الان توقعاتي توقعاتي هذي مبارا فوز بشكل انفسه ندي التعاون بواحد صفر تقريبا او ثاني واحد يعني فوز زيزا صعب فرق هدف بس طيب الوحي مباري بعدها بين الكليسيكو الكليسيكو تعرفون كيف الكليسيكو يعني كليسيكو اليوم الاخر بين الاهلي وبين النصر بين الملكي والراقي وبين العالمي النصر او بين نارد النصر يعني خلاص نارد النصر هي بينهم بارة بارة كبيرة كليسيكو وين يا هذي في منعب الامير عبدالله الفيصل بجدة طيب انا خمسة وجهت بينهم ثلاثة انتصار النادي النصر وتعادل واحد وانتصار النادي الاهلي توقعات يعني استحباد عن انتصارات بالنسبة النادي النصر لكن هذي وقعاتي في هذي مبارا انه الاهلي يبغى يفوس يبغى يفوس اذكركم بيت مارتنيز يقيب من النصر دانك اللي يقيب من الاهلي الحمدالله فسخوا عقدة الاهلي مديمين ما يلعب ممكن خبارنكم محتز وكان دانك اللي ما دفي لكن توقعاتي فوز الاهلي ثلاثة انتصار او ثلاثة انتصار الانتصار او ثلاثة انتصار الانتصار 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 فقط اخمس وجهات بينهم تقريبا الكفة متساوي بينهم فاتوقع التعارض الكذلك و الكفة التساوي واحد صور صفر او واحد واحد طيب الفيصري والاتفاق الفيصر والاتفاق ام 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 محمد بن فهد اه توقع انه على استاذ اول مبارا على التفاق من خbernه اتوقع فوز قدرة اا يعني اخمس وخمس مجهات بينهم بثي نتصلات نادي الاتفاق وانتصلين نادي الااا relation في منافس على ا المباراة لكن اتوقع ان ها Concept Digital F200 طيب ٩ هنا وحد من الآخرة فيها طيب المباراة الأخيرة يوم السبت قبل الأخيرة في الجولة ستكون بين العميد وبين فارس الجنوب أو فارس الشمال الطائي صائد الكبار بين العميد وبين صائد الكبار من الآخر طي أخمس مواجهت بينهم هم تواجهت بهم مرة واحدة وانتصر فيها ناج الطائي في كاس الملكي في الجوهرة هذي مبارع تكون في جدة طبعا أتوقع فوز الاتحاد أربعة واحد أو أربعة حيات تلعبها طي المبارع تكوني من الأحد الأخيرة في هذه الجولة حتامها بالهلال وأبها أخمس مواجهات لا نشوف سيد من ديسلم توقع أنه في ملعب أبها أخمس مواجهات بينهم ثلاثين صرات نادي الهلال وانتصار واحد نادي أبها وتعادل واحد طبعا تقريبا وابها الجميع من راح يفوز أتوقع الهلال راح يفوز ثلاثة واحد ويقولكم معلومين أنك مرتفة على لا جاي بطولة الآن فيا أخي بيهوز بيهوز الهلال فيها أتوقع فوز الهلال ثلاثة واحد إنه واحد الله العالم طيب وإلا هنا صندت الفيديوهات تم لا يكن يشتغل فوقنا وفعلوا زر التنبيهات على ما تجهز فعلوها ويشترك نبقى نوصل لهذا المقطع أربع لايك تقدرون نحن عند الخمس مشتركين أربع لايك بس هذا العقوى منكم وبس والله مع السلام ترجمة نانسي قنقر